شفت ازاي دكتور كاسيبة الموقع بعد ما تم تطويره يعني المنطقة دي كانت منطقة بحيرة عين الصيرة كانت مصرف صناعي ومصرف صحي وبيئة غير سوية على الإطلاق من حيث من ناحية البيئية فكرة العشش والورش الخزف اللي كانت موجودة بشكل غير حضاري الحقيقة ولكن شفت حركة ازاي المكان بعد ما بقى ساحة مفتوحة فيها خضرة فعلا سكيب محترم شفت دا ازاي هو مش شفت وانا كنت اللي عامله اساسا لانه التصميم الخارجي حتى داخل معايا في اللاندسكيب اللاندسكيب كمان ايه طبعا اللاندسكيب كله يعني البحيرة نفسها كانت موجودة وكان موجودة بعبلها كله طبعا بشيء مش سعيد يعني اه طبعا لكن اتحط في الاعتبار ان هذه البحيرة هيحصل لها تنقية للمية وهتعود تاني بحيرة كبريتية ومن الممكن انه يعني يستطع بسهولة اعادة تنصيق المحيط بتاعها وده فعلا اللي حصل واللي كان في التصميم يعني في وقتها نزل التصميم اول تصميم للاندسكيب بتاعها ان البحيرة نفسها وسعناها نحية المتحف يعني قربناها مسافة كبيرة نحية المتحف فمسطح المية زاد وتصورنا ما يحيط بها من انشطة والانشطة دي كانت مربوطة بالما يحدث داخل المتحف بمعنى صح ان داخل المتحف انا بفوت على كل ما انجزه العقل المصري من انجازات علمية وانجازات فنية وحرف وما الى ذلك لكن معروضة داخليا كانت البحيرة وقتها اتحط لها اعتبار ان دي ممكن تكون اماكن ترفيهية بجانب انها عاشة للفترات نفسها بمعنى ان ما هو داخل المتحف هو في الحقيقة متعاش خارجيا يعني اعظر ان انا اعيش في فترة او في شارع او في ساحة الساحة دي بيتمثل الفترة الفراوانية الفترة الزمنية الموجودة في المقه بمبانيها اه بمبانيها بملابسها باكلها بشربها بموسيقتها دي ممكن تقول انها تتعمل على كل الفترات بالدور حوالين البحيرة فده كان متاخد في الحسبان وتم يعني هو جاري استكماله بهذه الصورة في رأيينا شفت النهاردة ازاي فكرة التنصيق يعني حتى التنصيق الداخلي وقاعات العرض الموجودة في المتحف الحقيقة قاعدة العرض المؤقت وقاعدة العرض المركزي اللي هي قلب المتحف والقاعدة الخاصة بالحياة في المصرية عبر العثور الهرم الزجاجي قاعدة فجر الحضارة قاعدة النيل قاعدة الكتابة والعلوم فكرة التفصيل ده في التصميم نفسه ومراعاته في العرض المتحفي اللي احنا شفناه الصورة دي حضرتك بتقيمها بايه؟ شايفين الحياة صورة بديعة في العرض المتحفي؟ ايوة بس هو الموجود منها حاليا مرحلة مرحلة من المراحل يعني القاعة المركزية ايوة موجودة بشكلها المصمم المحدد المميوات موجودة الجزء علوي اللي هو الهرم اللي فوق موجود دولي التلاتة يعتبرهم تلات عناصر من خمسة كانوا محددين كمرحلة كمرحلة اولى يبقى منهم عشان يستكمل جزء خاص بالمميوات وجزء خاص بعرض للنيل يعني هو يا دكتور كاسيبة كان من اول يوم في التمانينات كان مقرر ان المميوات الملاكية تعرض في هذا المكان في هذا المتحف؟ ايوة طبعا ايوة طبعا في المسابقة في المسابقة من الاول هي مش هي ما جاتش صدفة لان عرضها الحالي عرضها الحالي واللي تغير دلوقتي كان عرض يعتبر قديم وامكانيات وتقنيات عرض كمان قديمة في المتحف المتحف التحرير يعني كانت عبارة عن مجموعة من المميوات جنب بعضيها محتوى تفصالة واحدة يعني شيء ما نقدرش نقبله دلوقتي فمن وقتها تحط ان هي هتعتبر الهايلايت بتاع هذا المتحف للزيارة وتجهز بتقنيات حديثة وتجهز بشكل اخر والزائر في الحقيقة يفوت يقابل كل ملك وملكة في امكان مستقلة عن الاخر اه يعني ادي الصورة يمكن قبله بعد من التصميم واللي بقى طبق الواقع تحته البحيرة وشكلها القديم اللي كانت عليه فحاجة الحقيقة يعني تسلم ايد الناس اللي تعبط عشان الشكل القبيح اللي كان موجود في الاول يتحول الى لوحة من الابداع يعني طبعا طبعا وكان في الحسبان من وقت المسابقة ويمكن دي كانت اسباب قبول المشروع المقدم مني انها بتعرض المرة دي كما لو كانت في وادي الملوك كما لو كنت في عند صفح جبل وفي الفتحة بتاعت الدخول المكبرة وتنزل لها كأنها مكبرة وجو بالكامل مختلف في ظلام يعني بتتحسس المكان وتقابل في لحظات وتتحرك كلنا اشتياق يا دكتور والله ان احنا يمقى 11 داييني عشان نزور المتحف وكلنا نكون موجودين فيه ونشوف التصميم البديع على الرغم من مرور يعني مقرب من 40 سنة على هذا التصميم ولكن ظل صامت حتى شفناه اليوم بيفتدح من السيد الرئيس ومن مسئولي اليونسكو السياحة في العالم كله بشكر سيادتك شكرا جزيلا المعماري الكبير لأفز الدكتور الغزالي كاسيبة أستاذ العمارة بكلية الفنون الجميلة وصاحب هذا التصميم لمتحف الحضارة شكرا جزيلا لحضرتك